السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي الكابتن تيتا فاليريو أمس وبالتشاور مع الاتحاد السوري لكرة القدم اللجنة المؤقتة يعني خد قرار غريب وعجيب ويمكن لأول مرة أشوفه في كرة القدم السورية في الاربع سنين اللي فاتوا القرار هو أن تيتا فاليريو قرر أن يعمل معسكر داخلي للمخترفين يعني عدد من اللاعبين المحترفين هيتواجدوا بإذن الله إن شاء الله في دمشق في سوريا عشان يتمرنوا وعشان يختلطوا مع اللعيبة المحليين وعشان إن شاء الله بإذن الله نعدهم ونجهزهم لمباريات منتخب سوريا المقبلة في تصفيات كأس العالم طبعا مباراة الإمارات ومباراة كوريا الجنوبية الغريف في الأمر هو سهولة الأمر أنتوا عارفين أننا جعدنا حوالي سنتين نتكلم عن خليل إلياس جعدنا حوالي سنة ونص نتكلم عن سيرجون إبراهام جعدنا حوالي خمس سنين نتكلم عن محمود داود أو محمود داود لعب دورتموند الألماني الآن نحن نتحدث عن ست لعيب هيكونوا موجودين في دمشق في الفيحاء عشان يتمرنوا تحت قيادة تيتا فليريو بكل تأكيد الأمر دا بيّن أن الأمر كان سهل بس إحنا كان عندنا ناس في اتحادات سورية سابقة كانوا بيعقدوا الأمور بشكل مبالغ فيه وما كانوش جادرين يحلوا الأمر أنت عارف أن أي شخص في الدنيا عنده سلطة وعنده مهارات وعنده قدرات إدارية الاتحادات السابقة ما كانش عندها الأمر دا طبعا باستثناء اتحاد السيد فادي الدباس كان عنده المقدرة دي كان يقدر يجمع عمر خربين وعمر السومة مع بعض من اللعبين المحترفين في آن واحد وفي وقت واحد عادي خالص من غير أي مشكلة خالص نحن نقول اللي لينا واللي علينا طب المعسكر هيكون إمتى؟ المعسكر من يوم 26 ليوم 30 12 الشهر الحالي بإذن الله إن شاء الله بعدها هيكون فيه معسكر تاني في إحدى دول الخليج وأنا أتوقع أن هي قطر بعد كده هيكون إن شاء الله فيه معسكر تالت هيتخللوا المبارتين بإذن الله تلات معسكرات ست لعيبة محترفين هيلتحقوا بإذن الله إن شاء الله بالمنتخب السوري داخل الأراضي السورية ويمكن لأول مرة تعالوا نتكلم عن الست لعيبة دول تحديدا إن فيه لعيبة منهم يمكن لأول مرة نسمع عنه لأول مرة نسمع عنه تعالوا نتكلم عن اللعيبة بالترتيب اللي ذكروا تيتا فاليريو أولا ماتيوس بهنان ويمكن ماتيوس بهنان اتكلمنا عنه أكتر من مرة هو مركزه الأساسي مدافع هو من موليد السويد ويلعب الآن مع نادي أرنسكا سيرانسكا في الدوري السويدي لعب سنه صغير بيلعب في مركز الدفاع وإحنا عندنا مركز الدفاع عندنا فيه مشكلة كتيرة جدا عندنا غياب عمر ميداني خلاص بشكل رسمي تيتا فاليريو ما بيستدعهوش عندنا تواضع مستوى الموجودين سواء كان فارس أرنقوت مش عايز أتكلم عن لعيبة تانين لكن إحنا محتاجين يكون عندنا أوراق رابحة في كل مركز من المراكز لأن إحنا دخلين على مباريات لا تقبل النقاش ماتيوس بهنان من اللعيبة المتميزة هو معاه الجنسية السورية ووالده سوري وهو بالمناسبة من عشاق عمر السومة ويتمنى أنه يكون زي عمر السومة في الأيام المقبلة طبعا عمر السومة بس بتاع الدفاع اللاعب رقم اتنين ويمكن الناس كتير بتقول عليه شعبان هو مش شعبان هو شهاب اللاعب هو شرجو شهاب شرجو شهاب وهو مهاجم سنه ستة وعشرين سنة يلعب مع نادي يونيتد نورديك في الدوري السويدي الممتاز اللاعب بالمناسبة متميز وعنده قوة بدنية كده يعني ما حصلتش ما شاء الله شرجو شهاب برضو هيكون موجود ان شاء الله مع المنتخب السوري في دمشق في سوريا أنا بذكركم أكتر من مرة يمكن تكون نسيته ولا حاجة اللاعب رقم تلاتة هو لعب نادي فورج الكندي وهو مهاجم من الطراز الرفيعة كمان بالمناسبة هو بيلعب جناح يمين أحيانا يعني على فكرة هو من موليد العين في الإمارات سنه حوالي تمانية وعشرين سنة طوله متر خمسة وسبعين سنتي قيمته السوقية متين ألف يورو الآن وأكيد أنا بتكلم معاكم عن ملهم بابولي ملهم بابولي أو ملهم بابولي زي ما انت عايز تنطجها خلاص بشكل رسمي أصبح لاعب للمنتخب السوري الأوراق بتاعته الآن وأنا بكلمكم في الفيفا احنا النهاردة يوم عشرين في الشهر عشرين اتناشر 2021 أوراقه الآن في الفيفا تم إرسالها وخلال أيام قليلها يتم التصديق عليها عشان يلتحق بإذن الله مع زملائه بمعسكر المنتخب السوري الأول للرجال ولأول مرة داخل سوريا داخل دمشق اللاعب رقم أربعة وهو يلعب لنادي تريل بورج في الدوري السويدي وهو لاعب يتكلمنا عنه قبل كده قيمته السوقية خمسمائة ألف يورو اللاعب بيلعب مع نادي آيف كي جوتنبرج ما بيلعبش مع تريل بورج لا لا آيف كي جوتنبرج اللاعب بيلعب في ثلاث مراكز بيلعب وينج يمين بيلعب خط وسط من ناحية اليمين بيلعب مهاجم أحيانا لكن مركزه المتميز به هو رايت وينجر أو جناح يمين يعني اللاعب سنه 26 سنة اللاعب أصوله فلسطينية ولكن هو لاعب سوري 100% ووالده سوري وخلاص حصلنا على موافقة مكتوبة من اللاعب أنا بتكلم معاكم عن حسام عياش حسام عياش هيكون اللاعب رقم أربعة اللي هيزين دمشق بإذن الله إن شاء الله مع اللاعبين المحليين في المعسكر المقبل اللاعب رقم خمسة اللاعب رقم خمسة من موليد سوريا وهو عايش حياته كلها ما بين إيطاليا ما بين المجر ما بين الآن بيلعب في سوليفاكيا أو سوليفينيا اللاعب سنه صغير حوالي 20 سنة من موليد إدلب قيمته السوقية 100 ألف يورو ده مش مهم جوي بيلعب وينجي مين بيلعب خط وسط ارتكاز بيلعب صانع ألعاب لكن المركز المناسب ليه هو أتاكينج ميتفيلد أو خط وسط مائل إلى الهجوم اللاعب كان أمل كتير من الناس إن يتم استدعاءه في الفترة المقبلة للمنتخب السوري ولكن ده ما كانش بيحصل مع الكابتن نبيل معلول ولا الكابتن نظار محروس الآن تيتا فالاريو طلب اللاعب وهيكون حاضر في المعسكر المقبل أنا بتكلم معاكم عن عمار مناف رمضان عمار مناف رمضان بشكل رسمي لعبا للمنتخب السوري في المعسكر المقبل بإذن الله عمار رحلته طويلة ويمكن عمار بدأ حياته مع نادي يوفينتوس ليه الشباب بعد كده لعب مع نادي يوفينتوس تحت سن 17 سنة بعد كده انتقل لفرينكي فاروشي المجري تحت سن 19 سنة بعد كده يعني لعب في بعض من الأندية في المجر إلى أن انتهى بيه الأمر للدوري الممتاز مع نادي فرينكي فاروشي المجري والآن هو يلعب مع نادي سبارتاج تورنيفا سبارتاج تورنيفا وهو بيلعب مع النادي ده في سولوفينيا على فكرة أيام قليلة ويعود مرة أخرى للمجر مش عارف هل عقده انتهى لأنه كان معار لمدة 6 شهور مش عارف الإعارة انتهت ولا لعب اللاعب رقم 6 وأنا مش هقدر أقول لكم اسمه لأنه هو لعب مفاجأة وأول مرة نتكلم عنه خالص ما قدرش أقول عنه أي شيء لكن ممكن أقول لكم أنه هو نعرف عيلته لكن هو شخصيا ما نعرفوش يعني نعرف عيلته هو شخصيا لكن اللاعب نفسه محدش تكلم عنه قبل كده لكن تعالوا ممكن أقول لكم كم معلومة هو من موليد سنة 1999 عايزين تاني هو بيلعب متوسط دفاعي خلاص هنكمل إن شاء الله بإذن الله ونعمل حلقة مفصلة عن اللاعب ده طيب الست اللعيبة دول هيكونوا حاضرين في معسكر دمشق بإذن الله إن شاء الله لوحديهم لا مع اللاعبين المحليين اللي قرر الكابتن تيتا فاليريو إن هو يختارهم وبالمناسبة مش هيكونوا كتير يعني هو ممكن يختار ست اللعيبة كمان محليين مش أكتر من كده يمكن مبارح وأول مبارح حصلت ضجة كبيرة بعدما الكابتن واق العقيل قرر بشكل رسمي إن هو يتخلى عن منصبه كمدير المنتخب السوري الأول للرجال في لفتة طيبة منه وفي لفتة يعني مختلفة عن السياق وهو أعلن إن هو قرر يعمل الأمر ده عشان الكابتن نبيلي السبعي ما ينفعش إن هو يسيب الاتحاد السوري لكرة القدم كرئيس لللجنة المؤقتة ويمكن أنا اتكلمت معكم أكتر من مرة وقلت لكم أني لا هو الكابتن نبيلي السبعي مش هيستقيل مهما حصل لن تقبل استقالته وهو ده اللي حصل كابتن واق العقيل أصبح بشكل رسمي ماسك الآن ملف اللاعبين المحترفين وهو كان ليه دور كبير في استدعاء الست لعيبة دول المعسكر المقبل طبعا بالتعاون مع لجنة اللاعبين السوريين المغتربين مش عايزين ننسى دورها أبدا يعني ها الأصل إذا كان الكابتن شكري قومي أو الكابتن يعقوب مقصي أو الكابتن خالد حماد أو الأخي الغالي وصديقي الغالي ميشيل سعد فبالتالي منصب مدير المنتخب السوري أصبح فريغا لا ما أصبحش فريغا ولا حاجة تم بشكل رسمي التفاوض مع أكتر من اس من بينهم كان مهر السيد ولكن الآن هو بشكل رسمي أصبح الكابتن ياسر لببيدي هو أحد خلاص هو بشكل رسمي مش أحد هو مديرا للمنتخب السوري لا ولا رجال وهيقوم بدوره الإداري مع نادي الاتحاد الحلبي أو أهلي حلب وفي نفس الوقت هيكون مديرا للمنتخب السوري ألا هو للرجال ويمكن أنا مش فاهم ده هيحصل إزاي طبعا بالمناسبة دور السوري أصلا هيتوقف الجولة المقبلة مش هتتلعب أصلا يعني الجولة العشرة هي آخر جولة وبعد كده هيتوقف المنتخب السوري عشان عندنا زي ما قلت لكم ثلاث معسكرات معسكر دمشق بالمحترفين والمحليين معسكر برا سوريا على الأغلب في قطر بالمحترفين والمحليين والمعسكر النهائي واللي ممكن يكون في الأردن ممكن أو ممكن يكون في الإمارات برضو ممكن بالمناسبة برضو الكابتن تيتا فاليريو الآن بيسعى بشكل يعني جاد جدا لأنه يغير مباراة كوريا الجنوبية مباراة العودة من الأردن ملعب القويسيمة للإمارات أتمنى أنه يحصل على تلك الموافقة الأمر الآن ناحية الاتحاد السوري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأسيوي هو اتكتب لهم مكتوب وخلاص هما اللي في إيديه القرار النهائي تحديدا وأن أرضية ملعب القويسيمة أرضية سهيئة جدا وكمان الأردن ما بترضاش تدي ملاعب أو الاتحاد الأردني يعني ما عندهوش ملاعب للمنتخب السوري عشان يتمرن فيها واحنا شفنا المأساة مع الكابت النظار محروس لما اللعيبة كانت بتتدرب في الفندق طبعا أن أنت تتدرب حوالين حمام السباحة على أرضية بلاط ده أمر معيب وده أمر ماينفعش بكل تأكيد فمش عارف أقول لكم إيه لكن معسكر للمنتخب السوري في الأردن أو يلعب مباراة في الأردن حرام يعني حرام احنا كده بنظلم نفسنا تماما وبنعمل منتخب ضعيف من الناحية البدنية أيام قليلة ويصل الكادر التدريبي وهيحضروا بإذن الله المعسكر المقبل للعبين المحرليين والمحترفين شكركم جدا على حسن المتابعة بعتذر زي ما كنت مجهد أو صوتي مش واضح أو كده يعني الجو عندنا قارس باء برد قارس يعني يعني الواحد لبس الطاجية دي صدقا أنا متلج يعني الجو فعلا بارد جدا كتبوا لي تحت في التعليقات لو وصلتوا للدقيقة دي الجو عندكم عامل إيه في سوريا أو لو أنت ساكن في أي حتة في العالم هولندا، السويد، ألمانيا كتب لي وقول لي الجو عندك عامل إيه إحنا لسه ما وصلناش لمرحلة التلج أو الثلج لا إحنا الجو عندنا بارد قارس في أمطار؟ آه في أمطار المنطقة اللي أنا فيها مفيهاش أمطار لكن طبعا الجو بارد بشكل مريب تحقياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته